شاهدين الأعزاء وطبعاً في بداية 2021 لازم نبدلكم الأمل والتفاؤل لازم نعلمكم إن فيه كدوة حسنة تقتدوا بها وخصوصاً الشباب لازم يكون فيه في حياتهم هدف ويحسوا إن فيه ناس نجحة علشان يكونوا مثل يحتزى به وزي ما عودناكم مشاهدين الأعزاء في برنامجكم هي وآدم دايماً بنجيب لكم نمازج مشرفة ونمازج نجحة جداً يقتدي بها الشباب دفنا النهاردة كان معينا قبل كده في حلقة قبل كده كانت بتتكلم عن كيفية تأهيل الشباب لسوق العمل النهاردة دفنا منورنا ومشرفنا معينا ومعاكم مستر محمد أبو الدهب المحاضر بكلية التجارة جامعة الأسكندرية والمحاضر المنتدب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بنرحب بحضرتك أهلاً وسهلاً بحضرتك طبعاً الحلقة اللي فاتت حضرتك كلمتنا وعلمت كل الشباب إزاي إن هم يأهلوا نفسهم لسوق العمل وكل شاب إزاي يكون أو يسكل نفسه بمهارات علشان لما ينزل سوق العمل يبقى مرغوب في العمل ويشتغل بمنتهى السهولة النهاردة عايزين أن حضرتك تعرفنا إزاي يكون الشاب عنده طاقة إيجابية وهو نازل سوق العمل وإزاي يبني نفسه طيب هو بسم الله الرحمن الرحيم احنا بنلقى أول الجزء بتاع الحلقة اللي فات اللي كلمنا فيه احنا استعرضنا فيه إزاي يقدر يعمل لنفسه جدول كويس يذكر منه ويقدر يخطط لنفسه تخطيط سليم في الجزء ده النهاردة أنا عايز أقسم له بس حياته حتتين احنا عندنا الجزء الدراسي الأول وعندنا الجزء المهني والاتنين ما بينفصلوش عن بعض والاتنين مكملين لبعض يعتبرو لو احنا جينا مساكنا الجزء الدراسي ما ينفعش الطالب يأمسك جدوله بالكامل كله مذاكرة بس ألف به ألف به نجاح في الدراسة أنك تعمل نفسك تخطيط سليم أو جدول سليم التخطيط السليم أو الجدول السليم بيبدأ يلقاتي أن أنت عندك الماتوريالز بتاعتك أو موادك بتكون متقسمة جزء منها براكتيكال وجزء منها ستريتيكال أو جزء نظري وجزء عملي الطبيعة اللي احنا بنعمله أنه بياخد في اليوم الواحد جزء من الجزء النظري ده وجزء واحد من الجزء العملي وبيقسم لنفسه جدول كويس ويعمل يوم واحد في النص مراجعة للفات ويوم كمان راحة فقط لغير يوم الراحة ما ينفعش الطالب يجي يقول أنا يوم الراحة ده بتاعتي أستغله كويس في المذاكرة وأنا عندي مادة متأخرة فنذاكرها أحسن من الراحة مش هتعرف تذاكر صدقني اللي بقولك عليه ده والله هو الصح يوم الراحة هو يوم راحة فقط وأيام المذاكرة هيئة مذاكرة فقط حتى أيام المذاكرة في النص لازم تاخد بريك لنفسك كويس فاللي بقولك عليه أن ألف به عشان تنجح في دراستك أنك تعمل جدول أو تخطيط سليم للمذاكرة بتاعتك رقم اتنين تبعد عن أي ناس محبطة تماما وانت مش هتلاقي أكتر من ده موجود حوالين ده طبيعي إن كل شوية لا إحنا مش نلحق نلهم المادة دي إحنا مش نلحق ننجح يا عم إحنا فين وأبو هشيمة فين إحنا فين والناس النكحة دي كلها فين فليه ليه هو دول كانوا إيه وحضرتك يعني بكل بساطة صاحب كنتاكي ده عمل فكرة كنتاكي وكان معدي لخمسين سنة فالفكرة كلها إن حضرتك لسه عندك الـ positive energy دي أو طاقة الإيجابية بس موجودة جواك مدفونة فالنقطة رقم اتنين تبعد عن أي شخص محبط موجود في حياتك تماما 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 دي أهم نقطة في الدراسة لو جيت اتكلمت على الجزء المهني أنت رقم واحد بتعمله أنت بتتخرج من سوق العمل ما عندناش أي experience خالص بنتخرج دلوقتي بنبدأ نشوف يا طارس سوق العمل عايز إيه وابدأ أدرسه حضرتك النهاردة لو جيت فكرت مثلا في سوق العمل دلوقتي أو جيت فكرت في الدراسة بتاعتنا هتقول أن يا ربي أنا عايز أشتغل دلوقتي مثلا في البنك الأهلي طيب البنك الأهلي عايز إيه عايز المهرر رقم واحد اتنين تلاتة أربعة تضيع سنتين من حياتك بعد الاتنين وعشرين سنة في الكرسات دي مش هتلاقي البنك يشغلك بعد كده لأنا عايزه منك أن أنت وانت طالب في الكلية تستغل الحاجات دي كويس يعني إيه يعني أنا عند دلوقتي البنك الأهلي مثلا عايز أربع مهرات عشان أشتغل بص دلوقتي على الإعلانات يعني شوف إعلان قبل ما تتخرج من الكلية بص على إعلان التوظيف اللي بموجوده النهاردة أنت مش تشتغل بيه دلوقتي أنت تشتغل بيه كمان سنتين أو تلاتة لأنه أنت دلوقتي تطالب في الكلية لأنا عايزه منك الآتي بص على الإعلان ده البنك الأهلي عايز المهارة لك رقم واحد رقم اتنين رقم تلاتة رقم اربعة حلو يبقى أنت من النهاردة خد المهارات دي عشان لما تتخرج يبقى أنت قطع تسلم طويل قوي في الكرسات دي فلما تتخرج أنت عندك الـ experience الكامل لو أنت طالب تقدر تلتحك بعدها بسرعة للوظيفة اللي أنت عايزها دي الفكرة بتاعت التخطيط السليم سواء للدراسة أو للجزء المهني طيب إحنا كنا عايزين نعرف من حضرتك المهارات المطلوبة لسوق العمل طيب هم المهارات بصراحة هم كتير جدا بس أنا أهم حاجة عندي عشان يبقى الطالب بس منظم نفسه صح أو مستم نفسه صح جوة الكلية أو جوة الحياة المهنية بتاعته رقم واحد أنه يدور على الإنجليش حضرتك لما تتخرج النهاردة من سوق أو من الكلية بتاعتنا بتيجي تسأل سؤال هو أنا دارس إنجليش أو لا أنا أعرف أن سكول يعني مدرسة أوكي أنا كده كويس جدا في الإنجليش حبيبي مش هو ده الإنجليش والله هو الطبيعي النسياتك في الكلية بتاخد بتاخد كورسز الإنجليش أو بتدرس الإنجليش بياخد منك مرحلة طويلة يعني سنة أو سنة ونص حاجات زي كده فلازم تستغل ده وانت في الكلية طب بعد الإنجليش خش بعد كده على الساكن لانجوش مثلا اللي هي زي إيه؟ زي الصيني، زي التركي، زي الأسباني، زي الروسي اللغات دي مطلوبة جدا طب الفرنسي ده لغة شائعة الإيطالي بقى لغة شائعة الألماني لغة شائعة ناس كتير قوي بتاخدوا الكورسات دي لأ أنت دور على الحاجة اللي أنت تبقى سبيشل فيها أو مميز فيها واخدها فالحاجة الثانية عندنا نظام الأوريكل والساب نظام أوريكل أو ساب النظامين دول يعتبروا ERP أو Enterprise Resource Planning يعني بيخططوا موارد الشركة يعني من غيرهم الشركة والبنك مششغلين فأنت لما تيجي عندي في الانترفيو أول حاجة أسألك على الإنجليش تاني حاجة اللغة التانية تالت حاجة أسألك عليها النظام تخطيط موارد الشركة اللي هو الأوريكل أو الساب اللي هو بيعتمدوا بالكامل على حاجة اسمها إكسل لو أنت أخذ ICDL فأنت بتتعلم حاجة اسمها وارد وإكسل، باوربوينت التلاتة أو السريمي ديولز دول مهمين جداً لسوق العمل فالكورسات دي بيزيكس كورسات أساسية لازم تاخدها عشان تقدر بعد كده لما تتخرج تحط رجلك في المكان السليم هديجي تقول لي لا، البنك يتطلب مني حاجات أكتر من كده والله البنك مش عايز منك أو الشركة أكتر من كده أي مهارات تانية تخص البنك أو الشركة البنك نفسه هيعلمها لك هقول لك حاجة صغيرة قوي مثال بسيط جداً كنت شغالة في البنك المركزي وكنتم متدفاظ فيه في البنك المركزي لما كان بيجي لنا حد البنك نفسه بيدي لهم بيصرف عليهم البنك نفسه بيدي لهم كورسة اسمه ludzi كورسي الكريدت كورسي كريدت ده للناس اللي موجودين في قسم الكريدت وكورسات تانية في او خدمة العمل للناس اللي شغالين في قسم خدمة العملاء على فكرة الموظفين دول أو الناس دول الخريجين اللي راحوا اشتغلوا في البنك ما كانوش اخدين الكروسات دي البنك اللي صرف عليهم طب البنك عينهم ازاي من غير الكروسات دي ما هو البنك شاف ان هو واحد عنده طموحي جابي كويس عنده بيفكر لمستقبله كويس عنده تخطيط سليم مش سلبي الانجليش بتاعه كويس عنده البيزيكس اللي قلت لك عليها دي فبالتالي البنك هيعينه واي مهارات تانية تيكنيكا لتخص البنك هعلمها لك وانا اللي هديها لك وهصرفها عليك انا هاخدهم منك اوكي بس تخيل لو انت بتبط في البنك 7000 جنيه والبنك مثلا اخد منك كل شهر 200 جنيه تمنى الكروس اللي هو علمه لك هتحس بحاجة مستحيل فالفكرة كلها انك بعد ما تاخد الكروس مرتبك هيزيد الضبل وده اللي بقولك عليه ان الكروسات التكنيكا الكبيرة قوي زي الشهادات الكبيرة الـ CMA والـ CFA والحاجات الكبيرة دي البنك او الشركة بتوجيهك لهم بعد كده لكن البيزيكس مش هتكلفك حاجة والله فتعلمها قبل ما تتخرج من الكلية وانا طالب منك ده مش اكتر من كده ما شاء الله على حضرتك حضرتك رغم صغر سنك الا انك ناجح في كل المجالات ما شاء الله احنا دلوقتي قلنا كلام كتير مرسل ممكن يكون الشاب مش قادر يفهمه ممكن يفهمه لما حضرتك تحكيله تجربتك الشخصية يعني عايزين بقى حضرتك تحكيل كل شبابنا تجربتك الشخصية علشان تكون قدوة حسنة لكل اللي في سنة حضرتك هو يعني هي مش تجربة شخصية بقى هو هنتكلم فيها سنتين انا هحكي لك يعني باختصار حاجة صغيرة يمكن 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 الحاجة البسيطة اللي حصلت دي تيدي لك دافع او حاجة صغيرة تتعلمك في حياتك احنا في السنواء العامة انا كنت علمي رياضة والدي كان رافض تماما فكرة اني اكون حاجة غير علمي رياضة علمي رياضة بس عشان ادخل هندسة بس عشان ابقى مهندس عشان اشرف العيلة فاحنا بالكامل بالكامل كلنا طبعا صعيدة فاحنا لازم يكون عندنا الشخص بقى المهندس الكبير اللي موجود في العلالة لكنا نبقى فاخرين به فانا ما بحبش الرياضة انا بكره اي حاجة فيها رياضة فروحت من وراهم حولت علمي علوم انا كنت كده والله اهلي ما كنش عارفه تماما حولت علمي علوم ما كنش عارفه خالص ايه فشهر اثنين كانت المراجعات كلها خلصت وكل المدرسين خلصوا فانا مش عارف اعمل لي محتاجس مش لاقي حد ابدأ مع المنهج من جديد فزاكرت تقريبا تلات اربع المنهج مع نفسي واخدت برايفت في باقي المنهج دخلت الامتحان قدر ربنا ان اصعب امتحان احياء جاه في تاريخ مصر كلها واسهل امتحان رياضة اثنين جاه في تاريخ مصر فكل الناس اللي ما كنوش فاهمين رياضة ودخلوا علم رياضة جابوا تقدرات كويسة وانا دخلت علم علوم وانا حابب علم علوم جبت تقدرات وحش وكان التركم بتاعي حوالي تسعين في المية وانا علم علوم ما يدخلنيش اي حاجة هي دي الفكرة كلها احبط مستحيل لما عملت الترشيح كتبت كل الكليات معادة كليه التجارة كليه التجارة كانت تدخل بقى تقريبا تلاتة وثلاثين أو اثنين وثلاثين والكليات اللي قبلها كانت جايالة في الترشيح وكان مجموعها يجبني بس سبحان الله الترشيح جابني تجارة فوالدي برضو قال لي خلاص سر على التجارة ما فيش مشكلة وهتدخل في قوة كلية التجارة قسم محاسبة وتشتغل محاسب معايا في الشركة بص اللي بيحصل ان هو عايز يرسم لي حياتي بالشكل اللي هو شايفه وده معظم معظم فكرة اهلينا وانا مش بقولك ان ده صح لا هو ده غلط يعني هو ممكن يكون شايف منظور ما جاءت نظره والمنظور ده ما يكونش صح لازم انت اللي تخطط مستقبلك بنفسك وتقعد مع اهلك تقنعهم بدا دي مهمة جدا فلما دخلت الكلية بتاعتنا في سنة اولى كنت السابع على الدفعة في تانية كنت التالت تالتة وربعة دخلت قسم غير اللي والدي كان عايزه خالص دخلت قسم ممكن السنة بتاعتي ما حدش دخله خالص قسم ادارة ربنا كرمني طلعت الاول فيه في ربعة طلعت الاول فيه اترتبت على الدفعة في الكلية وطلعت الاول على شعبتي امتياز مع مرتبت الشرف وبقيت معيد ودني زي الفل ووالدي بالمصار اللي هو كان رسمه لي ما تعملش ربنا كتب لي المصار اللي انا عايزه انا كان نفسي اطلع مدرس كان نفسي اخش علمي علوم اطلع مدرس ادارس كمية بس ربنا كرمني وبقيت مدرس بس بالطريقة اللي ربنا كان كتبها لي ما احبطتش طيب لو انا جوه الكلية لانا مش جوه الكلية بس انا وانا طالب في الاربع سنين اخدت كل الكورسات البيزيكس اللي قتلك عليها دي وانكن اكتر من كده كمان فلما اتخرجت دخلت في البنك المركزي ودخلت في شركة كواكولا اشتغلت فيها شوية ودخلت في الاكاديمية دخلت في كل الكريز او المجالات البروفيشنل جنب الاكاديمي جنب الكلية بتاعتي وجنب التدريس بتاعي الحاجات دي اقسملك بالله انا ما عندي ولا وسطة ولا عندي حد فعلتي يبقى وسطة كبيرة اعتمد عليها واسند عليه واقول له بعد اذنك شغلني وروح وتعالى مهارتي اللي بتحكمني لساني او الكمنيكيشن سكالز اللي عندي اللي بتحكمني الثقة بالنفس اللي انت بتقعد عليها جوه الانترفيو وانت قاعد انا كده كده شغال عندك في الشركة الثقة بنفسك دي اللي الـ HR بيحسها فيك دي اهم نقطة عنده اصل الـ HR مش بيختبر مهاراتك الـ HR بيختبر سلوكك وثقتك في نفسك دي اهم حاجة عنده مهاراتك دي لما تخش الشركة هيبدأ ينميها لك واحدة واحدة لكن الامانة والالتزام والثقة بالنفس والانجليش الحاجات البيزيكس الاساسية دي اللي لازم ان اختبارها فيك قبل ما تدخل عندي جوه الشركة فالحاجات دي انا بقولك هي تجربة شخصية بسيطة وترفضت على فكرة من الاكاديمية قبل كده لما كنت داخل لدرس عندهم رفضوني انت لسه شاب صغير ما تنفعناش عندنا محاضرين كبار تعال بعدها والله يا العظيم بعدها عملت البروتوكول حصري مع الاكاديمية ندرس وفي اماكن تانية كتير ليه عشان المهارات اللي بتحكم مش اي حاجة تانية فحاول حاول حاول من وانت طالب دلوقتي بعد اذنك استغل نفسك كويس واستغل مهاراتك كويس لكن وقت فراغك وقت الترفيه بتاعك استغله في المهارات واستغله في الترفيه بتاع المهارات الشخصية اللي هي ايه زي الكورة زي ال اعمل اي حاجة اعمل اي هواية شخصية اعمل اللي انت عم حدش هيلومك بس المهم ان وقت الترفيه يبقى وقت الترفيه فقط لغير وقت الدراسة يبقى وقت الدراسة فقط لغير اعمل جدول كويس لنفسك راجع في مستقبلك حط خطة لنفسك لان اخر حاجة هاختملك بها دلوقتي حتة التخطيط انا قعدت ما واحدة جماعة بيقول لي انا لازم افكر كل يوم بيومه ما ينفعش ابص على المستقبل المستقبل ده علم الغيب بتاعت ربنا انا كده هكفر بالله هو انا المخطط لمستقبلي انا كده كفرت بالله وبقت خارج برا الملة مستحيل بنفكر غلط فالفكرة بتاعتنا ان انت لازم تحط للمستقبل بتاعك وربنا اكيد انت تاخد بالاسباب ربنا كاتب لك ايه دي مش بتاعتك يا حبيبي خالص مش بتاعتك دي اللي بتاعتك انك تحط خطط وتحط بلان لنفسك بلان اي و بلان سي و بلان بي وتحط نفسك لخطط دي وتشتغل عليها بلان ايه منفعتش خش على بعدها خش على بعدها التخطيط ده اللي خليك تمشي سليم في حياتك ده اللي انا عايزه مندك مش اكتر منك رائع انا شخصيا يا جماعة جات لي طاقة ايجابية جايبا لكم نموذج رائع من الشباب اللي بيدوكم الطاقة وبيدوكم الاسبرينس اللي عندهم او خبرتهم علشان تحتزوا حزوهم مش لازم كل الميديا تبقى مهرجانات مش لازم كل الميديا نماذج سيئة لا لازم يبقى عندنا نماذج مشرفة ونحاول ان احنا نعمل زيها كل الشباب سمعتوا الطريقة الطريقة مش صعبة صدقوني دي طريقة للنجاح يعني حضرتك لو مشيت مشيت على الستيبس دي المرة دي عملت منها عشرة يعني المرة الجاية تعمل خمستاشر وهكذا وستيب باي استيب يبقى على الاقل نولت شرف المحاولة اهو انتو دايما بتقولوا ما فيش شغل دايما بتقولوا لا اصل الحياة كلها احباطات لا الحياة كلها ايجابيات وربنا قال وقل اعملوا فصير الله عملكم ورسوله والمؤمنون طبعا حضرتك النصائح الهيلة دي حضرتك عامل قناة على اليوتيوب وانا شفتها انا رائعة طبعا قناة اليوتيوب يا شباب اللي شايفيننا موجودة على الشاشة حضرتكم لو حبيتوا اللينك بتاعها موجود على الشاشة لو حبيتوا تدخلوا وتشوفوا مستر محمد ابو الدهب مش بيبخل عليكم بأي معلومة أو بأي نصيحة تنفعك في مستقبلك حضرتك بقى الفولورز اللي عندك بقى في قناة اليوتيوب واللي شايفينك دلوقتي يا ترى ايه نصيحتك ليه انا ما عنديش لنصيحة واحدة بس والله ومش هقولك تر من كده انا ما عنديش صحاب خالص انا يعتبر لوحدي في حياتي ليه لي سبب واحد بس ممكن واحد صاحب يجي يقول لي خلي بالك يا محمد ان الجاكت ده مش لايق عليك صح لا 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 هو لايق علي وعجبني انت ملكش دعوة بس هو عجبني انا كويس لانا عايزه منك انه زي ما قلت لك ابعد عن الناس المحبطة تبعد عن اي رأي سلبي وتبقى واثق في نفسك مية في المية موضوع الايجو او موضوع الغرور مش ده المطلوب لا 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 انا بقولك تصق في نفسك مفيش ولا كلمة واحدة تهزك ده اللي انا عايزه منك دي النصيحة الوحيدة اوعى بعد اذنك تخلي كلمة واحدة بس تتأثر في شخصيتك ومعنويتك انت هو ما انت عليه انت هو ما انت مقتنع بيه جوه نفسك انت مقتنع ان انت شاطر فانت شاطر انت مقتنع ان انت بتفهم فانت بتفهم دايما حط لنفسك الفكرة دي ابعد انا والله العظيم تاني انا ما عندي اي صحاب قريبين مني تماما فالفكرة كلها العايزها منك ان اي بني ادم كويس بينصحني حاجة كويسة ليا انت حبيبي وجنبي مني اي حد بي يقولي حاجة سلبية عشان اعدلها لنفسي وانا شايفها فعليا سلبية اه انت راجل محترم لكن حد بينتقدني والسلام لا لا تخليك على جنب انا عاجب نفسي كويس وانا مبسوط باللي انا فيه وانا مش هغير من نفسي وانا كويس كده خلي بالك من الحيطة دي كويس الله يبارك لك حيطة اختيار مصارك واختيار تخصصاتك في الكلية حتى حضرتك عارفا في الكليات فيه تخصصات الطلب يدخل تخصصه يكون لزميله او صحبه صحبي انا داخل قسم المحاسبة يبقى انا داخل وراء مش عشان انا عايز اي لا علشان صحبي داخل قسم مقدارة انا داخل وراء احنا الاتنين شلت بنات مع بعض داخلين مع بعض عشان نفطر مع بعض بعدها ونتعشى مع بعض حبيبي لو ما تتخرجوا صحبتك دي هتتجوز اول صريع عربي هيتقدم لها وانت مش هتلاقي اللي عبرك والله العظيم ستقومش هتشتغلي فالفكرة كلها ان كل واحد بيختار مصاره صحبك ده اللي انت تدخلت معاك اسمك اول فرصة عمل في الخليج هتجيله هيسافر وهيسيبك وانت مش هتشتغل واتفضل قاعد ليه عشان انت ماشيت وراء صحبك حبيبي بالله عليك اختار مصارك بنفسك انت مش هتسافره هو مش في كاليفورنيا وانت في اسكندرية انتو الاتنين في نفس الكلية وفي نفس المكان بس الفكرة كلها انت ادخلت الحاجة اللي انت حبيبها هو ادخل الحاجة اللي هو حبيبها فتتخرجه هتشتغله صح احنا عندنا فجوة كبيرة في سوق العمل علشان الناس خارجة ما عندهاش المهارات الكويسة مش كوالفايد متخرجين بس ما عندهمش الامكانيات ليه عشان متخرج من حاجة مش حبيبها فخلي بالك من دي الله يبارك لك ادخل الحاجة اللي انت عايزها وابعد عن اي حد محبط مش اكتر من كده زمان كان بابا يقول لي كلمة صحبك هو كتابك طول ما انت بتدرسي وطول ما انت في تعليمك صحبك هو كتابك هو ده اللي هيفيدك احيانا استاذيب بيفسد اه في صدقات جميلة وممكن يعني احنا مش معنا كده ان احنا بنقولك ما تصحبش حد لا انت صاحب بس ما تنساش في مثل بيقول الصاحب صاحب ممكن يسحب وقتك ممكن يسحب مجهودك ممكن يسحب تركيزك فانت تركز في حياتك وتركز في مستقبلك وفعلا تعمل خطط جميلة وتمشي عليها وان شاء الله بإذن الله ربنا دايما يوفقك طبعا الشباب الجمالي اللي بيتفرجوا علينا هيبقوا عايزين يسألوا اسئلة لمستر محمد ابو الدهب اللي عايز يتواصل مع مستر محمد ابو الدهب برضو الرقم موجود على الشاشة ودايما حضرتك فاتح لهم المجال ان هم يتكلموا معاك وتنصحهم موجودين على طول ده فيه حتى تيمات في الكلية موجودة ممكن يشتركوا فيها جوه الكليات فيه تيمات ورعاية الشباب وقصر كتير موجودة يعني فيه تيمات عندنا في الكلية الناس بتتبعني في الجامعة بتاعتنا فيه تيم كويس أوي جميل تيم رايمز فيه تيم لوردز فيه تيمات كتير موجودة عندنا في الكلية ممكن تشتركوا فيها التيمات دي هتنميكم هتخلي عندكم communication skills وانفتاح اجتماعي أكتر تقدروا تكتسبوا فيها حاجات تانية كتير اشتركوا في الانشاطة دي احسن بعد يزنوكم بجد بنشكر حضرتك جدا في نهاية فاكرتنا ومشاهدين الأعزاء بنشكر بنشكر مستر محمد أبو الدهب المحاضر بكلية التجارة جامعة الأسكندرية بنشكر حضرتك جدا ربنا يخليك في المشرف ليا حضرتك نورتنا النهاردة كل سنة وحضرتك طيب برج الجوزاء للأسف ليه للأسف ده على فكرة حظوم حلو جدا هيهربوا مني دلوقتي دلوقتي هيهربوا مني حضرتك نورتنا بجد ربنا يخليك يا حضرتك مشاهدين الأعزاء قبل منهي حلقتنا احنا متعودين ان احنا نساعد اي حد بيتواصل معنا فيه معنا حالة شاب في مكتب العمره عنده ضمور في العضلات انا وعدته ان انا هاعرض مشكلته الشاب مش محتاج مساعدة الشاب خريج كلية التجارة ومحتاج عمل لكل رجال الأعمال لكل الناس اللي بتفرجوا علينا الشاب ده محتاج يشتغل ارجوكم اللي يقدر يساعده يتواصل معنا رقم التواصل 012-038-67065 او صفحتنا على الفيسبوك برنامج هي وآدم مع دكتور منا المهزي لو سمحتم اي حد عنده شغل لهذا الشاب لان حياته تقريبا مدمرة يريد يتواصل معنا ويساعده مشاهدين الأعزاء الوقت ما حضر لكم خلاص خلص اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في نفس المعاد وحلقة جديدة من برنامجكم هي وآدم اشوفكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة